اخر لقطة اتكلم عليها في المباراة يا كريم ولقطة اتمنى الناس تبتري تسمعنا اتكلمنا عليها مرارا وتكرارا اللعبين صغير السيرن في لعيب النهاردة كان واحد من نجوم المباراة عمر فايد لعب منتخبنا موليد الالفين وثلاثة واخيرا بنشوف لعيب عنده 19 سنة وخلاص انا مفيش حاجة اسمعها لعيب 19 سنة هنقول عليه ان هو لعيب صغير فاخيرا لقنا اللعيب وقف على رجله مقدم اداء ممتاز وبيقول لك من الوقتي عمر فايد طبعا نادي المقولينee كبير لكن مش هيقعد في نادي المقولينين في اسيمين اللي جاي عمر فايد بالأداءات اللي بيقدمها مع منتخب مصر للشباب الموليد الالفين وثلاثة ومع نادي المقولين طبعا هيبقى عنده عور كتير جدا من الم educated عمر فايد قدم المباراة كبيرة هذا هو اللي ضايعة الدربة الاخيرة ضايعة الدربة الاخيرة ده ما تفعلش معاه ابدا هو لسه المستوى اللي كبيرة هو لو ما عندهش الصغيرة يا كريم كانت شرح شرحك. طيس يقولك بقى على اللعبة الصغيرة لما بتضيع كرات زي دايات كرات حاسمة بس انا اعتقده عنده شخصية ازا انت بتقول. لانه هو عنده ثقة كمان ان هو يروح يشوك اللعبة الصغيرة دايما بتخاف. هو بيلعب النادي لأهلي. على كلامك يعني. مش على كلامك يعني ده الواقع يعني. انه اللعب الصغير بالنسبة اللي هيشارك في ايه في ايه لوقت اللي هقول عادي لعب صغير اللي عنده 16 سنة. سيديت هقول بقى ايه النادي الفرناني اشرك لعب صغير للسن 16 سنة انا اخدها تدريجي انا كريم. احنا كل دلوقتي يقولون ايه بقى صغيرة 23 سنة. فخلينا لما اللعب يكون مريد 19 سنة عنده 19 او 18. مقبول جدا. وفي سورة مهمة اتمنى لو هم مجاهزينها يعرضوها لقطة ونربط بيها. كاس العالم بكوكبنا ومبركز مصر. لقطة لقطة من مباراة اسبانيا والمانيا. يا رب بس لو السورة معها او جاهزة معهم يا رب يعرضوها الله. من مباراة اسبانيا والمانيا. ده عمر فايد. واللي بقول له ولا يهمك. انا بقول له ولا يهمك. انت لعب كبير. ما ادى مباراة قوية جدا بالمناسبة مع انتخب شبابه كابتن محمود جابر. ويحسب للكابتن شاوء غريب. لانه ما كانش بيلعب خالص مع المقبولين لموسم اللي فات. وبيلعب بتاله ياخد المباراة الاخيرة السيزون اللي فات. وخلي بالك يا كريم. كابتن شاوء غريب. ادى العمر فايد الثقة امتا? ادى له الثقة في المبارايات اللي كانت ما قولين بيهبط فيها. ادى له الثقة من الموسم اللي فات. عشان كريم يعتمد عليه بشكل اساسي. وخلينا اقول لك. اه طبعا محتاج لكثير من التطوير. لكن بفكرني بنجم كبير. احمد حجازي. احمد حجازي وطلوع احمد حجازي. دي مسئولية كبيرة بالمناسبة. دي اللقطة اللي انا عايزها النهاردة. لقطة تجمع بين ثلاثة من افضل مواهب العالم. اكبر لعب فيهم عنده عشرين سنة. 2002 و2003 و2004. بيدري وجافي في منتخب اسبانيا واحد من المنتخبات المرشاحة للقب. منتخب المانيا دائم التواجد والمنافسة على المونديال جمال موسيالة. تلات لعبين اكبرهم عشرين سنة. ما بقاش في حاجة اسمها لعيب صغير. ما بقاش حاجة اسمها لعيب ناشئ. بيتواجدوا بقوة. بيثبتوا نفسهم بقوة في المونديال. في اتنين من اكبر المنتخبات في العالم. فما ينفعش اقول على لعيب عنده. بعد كده عنده عشرين سنة. انه هو لسه لعيب ناشئ. تلعبه في الطب ليفل. اتمنى ان احنا نستثمر اكتر من كده. وعمر فايد مثال جيد. نقدر نشتغل عليه. وعلى زيه في منتخب ال2003 وال2001 وال2007 اي مدرب بلاعب لعيب أقل من عشرين سنة. انا بتعلم مع انه هو مدرب كبير وعنده ثقاف نفسه وعنده ثقاف امكانياته. عشان كده بقى اشيد بالكابتن شاوي غريب. وكابتن شاوي غريب هو متمرس في المراحل العمرية دي. طبعا. فهو افضل من يخرج لعبين صغار السن. يعني بصراحة شبابين. مع منتخبات الشباب. والمنتخب اللي بيقول للمنتخبات نشتغل معها في العمار السنية دي. ليه لا. انا بقعد اقول. يا جماعة وانتو لما تفرجوا لعب عنده. خد بالك. تلسى ايه اللي بلوقتي محمد فخري. محمد فخري يا دوبك لا يسا لعب السنة اللي فات. وانت قضايا دي. انت قضايا دي. انت قضايا دي. عشان مجرد. انه لعب صغير. والناس حاسة انه. يا جميل اهلي. حاسة انه ليه لعب صغير. ولما بيقدر شكل جيد بيخدش كريد. وميخدش كريد. طبعا. الفكرة انه السقة تصك في لعب صغير. ده مكسب كبير وعظيم جدا. 17 سنة. بيلعب يبقى اساسي. تخيل انت تلعب في اهلي او زمالك او نادي كبير. وانت عندك 17 سنة. انت بتخيل ده بعد سنتين تأتي بعمل ازاي. طبعا. لفرقة والمنتقى مصر. طبعا. وككيمة تسويقية وتفاصيل كثيرة جدا. اتمنى. اتمنى. نفسي. رسالة الى من يهم القبر. يا رب.